اشتركوا في القناة ما فعله الريال وما فعله بوليس دورتموند البداية طبعا بما حدث في تلك المباراة التي تبقى في التاريخ يصعب حتى وصفها يصعب كذلك تقديرها وتقييمها بالنظر للسيناريو الذي حدث والذي لا يبدو انه يقدر عليه سوى ريال مادريد نبدأ من البداية لقادها بهدفين مثلهما في لقال عودة كان منتظر ان الريال يستحود والريال يضغط ومنتظر ان البيال يبقى في منطقته يبحث عن الهجمات المعاكسة بحثا عن هدف التعديل في الشوطة الاول الريال كانت له فرصتين البايل كانت له فرصة واللا اثنين في الشوطة الثاني تغيير الاول بالنسبة للتخيل كان موفق ألفونسو ديفيس سجل هدف الاول لفريق بايل مينيخ ومعادي نمشينا في المباراة تبقى اربع دقائق انا شخصيا بديت نتكلم على تأهل البايل وخروج الريال وتألق تخيل واخفاق كارلو أنتشلوتي ولكن انقلب كل شيء بفضل الكثير من العوامل والكثير من المعطيات الذاتية المتعلقة بالريال والموضوعية المتعلقة بالبيان اول خطأ ارتكبه التخيل طبعا نقول ارتكبه بعد نهاية المباراة بخسارتهم وخروجهم ارتكبه بان نخرج كل اسلحة الهجومية ويدخل كيم مينجاي في المنظومة الدفاعية وبقى 11 دقيقة قبل نهاية المباراة يعني حتى لو راحوا الوقت الاضافي ما كان عنده تخيل الفريق اللي يلعب به 30 دقيقة من الوقت الاضافي لانه خرج لورواصاني وخرج كذلك هاريكين وكان خرج جنابري في الشوط الاول يعني ما عنده ولا واحد في الهجوم حتى ولو يدخل ميولارو وشوبو موتينغ بعد ذلك فكسر كل شيء بعدها ارجع فريقنا على المدريد ارجع بفنه بلعبه بروحه العالية جدا بجماهيره كل شيء كان متكامل شوية حض لانه الكرة فيها الحض جزء منها تمكن من تشجيل هدفين بفضل لعب احتياتي في تشكيلة ريال خوصيلو الذي لم يلعب كثيرا هذا الموسم لانه كانت شلوتي كان يلعب دايما بمهاجمين صار يلعب تدخل قلب هجوم صريح صنع الفارق وسجل هدفين في حملة وكأنها جات على فريق باير مينيخ وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد بعد ما زاد الحكم تقريبا ربع ساعة من الوقت بدل الضيء الناس تتكلم عن الهدف اللي سجلوا باير مينيخ ورفضه الحكم حكم المساعد ممكن هو الذي اخطأ عندما رفع الراية قبل ان تنتهي اللقطة ولكن الحكم الرئيسي لم يخطأ شاف الراية صفر وضعية التسلل وبعدين الصافرات جات قبل تسديدة دوليخت والهدف التعادل الذي سجلها حتى ولو سجلوا هدف التعادل السؤال اللي كان مطروح كيف سيصمد ويقاوم فريق باير مينيخ على مدى 30 دقيقة من عمري المباراة وانتشلوتي فعلها تخيل اخطأها مرة اخرى وخسر اول مباراة له في تاريخ مشاركاته في مسابقات الاوروبية في النصف النهائي في مباراة تبقى في تاريخ اعتقد ونستلهم منها ونستنتج منها الكثير من الدروس فردية وجماعية وبدنية وفنية وروحية ونفسية وجماهيرية وإعلامية وخاصة باللعبين وخاصة بالمدربين انا قلت لهم انه قالها واحد قبلها على كل حال هذا لازم نغيره لتسمية الدوري الابطال وتصير دور الريال لانه هذا السيطرة اللي يقودها ريال مدريد على المنافسة فريدة من نوعها البيان وصوله للدور النهائي يعتبر نتيجة كبيرة في موسم تعيس نوع الماء او في موسم تعيسة لكن سيكون هناك فريق ألماني في المباراة النهائية في ونبلي في الفاتح يونيو المقبل بفضل بروسيا دورتموند الذي فعلها بباريسانجرما بعدما فاز عليه في الذهاب واحد سفر فاز عليها ايضا في رقاء العودة بنفس النتيجة بواحد سفر الروح الألمانية هنا صنعت الفارق منظومة دفاعية لبروسيا دورتموند كذلك صنعت الفارق غياب نجم يقود باريسانجرما حتى في وجود كذلك نمبر غياب نجم كبير يقود البيه جي إلى الأعلى كان واضح في ظل وجود تشكيلة شابة صغيرة ما عنداش خبرة ما عنداش تجربة حتى انه قبل بداية الموسم لس فألت اي فرنسي او اي مناصر لباريسانجرما تقول له البيه جي يوصل لنهائي دور أبطال يقول لك لا يوصل نصف النهائي يقول لك لا فبالتالي وصولهم للدور النصف النهائي يعتبر نتيجة طيبة بالنسبة لباريسانجرما ليبقى يبحث عن تتويت منذ عشر سنوات لم يتمكن من الوصول إليه متى لا ندري بالنسبة لبولوسيا دورتموند المباراة النهائية ستكون على ملعب وامبلي في الفاتح يونيو المقبل جراد الأصفر سيغزو لندن جراد الأبيض كذلك من جهة المقابلة سيرغزو لندن أعتقد بأنه سيكون لكل فريق أكثر من خمسة وثلاثين ألف مناصر أو على الأقل ثلاثين ألف زايد عشرين للمناصرين المحيدين المتعسة تكون حاضرة في مواجهة ألمان والإسبانية مفتوحة على كل شي حتى ولو الترشيحات تذهب إلى ترشيح ريال مدريد للفوز باللقب لكن الشيء الملفت أن المدربين اليوم صار عندهم وزنهم وصار عندهم دورهم الكبير في صناعة الفارق في مباراة الكرة على المستوى العالي نفس الشيء حصل بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا يقودنا للحديث عن سقوط المان يونايتد إلى الهاوية خاصة بعد خسارته بالأربعة أمام كريستل بلاس في الجولة الأخيرة من عمره الدوري المان يونايتد قد لا يشارك في أي مسابقة أوروبية لأنه يحتل المركز الثامن قاتل مبارتين واحدة أمام أرسنال صعب كتير لأحد المقبل عنده فرصة أخرى لأنه يلعب كاسر الاتحاد الإنجليزي في الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري في مواجهة منشستر سيتي المأمورية صعبة كل التركيز كان على المدرب المدرب الهولندي الذي لا أعتقد بأنه سيستمر مع فريق منشستر يونايتد الموسم المقبل رغم أن عقده ما زال فيه إلى غاية صيف 2026 ولكن الضغوطات الإعلامية والجماهيرية الكبيرة جدا ستضطر إدارة منشستر يونايتد للتخلي عن مدربها الهولندي الذي لم يوفق لن نقول لا يمكن أن نقول بأنه فاشل ولكنه فشل على مدى موسمين تقريبا لم يقدر على إعطاء فريق منشستر يونايتد أو على استعادة هذه الروح التي كان يملكها منشستر يونايتد ولو أنها ضاعت من زمان منذ رحيل على إكس فرغيوسان المدربون الذين جاءوا من بعد هناك من حقق النتائج ولكن لم يرتقوا بمنشستر يونايتد إلى المستويات أو إلى تحقيق النتائج المرجوة من جماهيره الكبيرة جدا نختم بختام الدوري القطري هذا الموسم والذي تميز بتتويج آخر لنادي السد على حساب الريان والغرافة الريان في المركز الثاني الذي سيشارك الموسم المقبل فيما كان يسمى دوري أبطال آسيا سيتحول أعتقد إلى دوري النخبة الآسيوية الموسم القادم موسم أيضا انتهى بتتويج بنيته مع فريقه الوكرة بلقب كأس قطر بواحد سفر في انتظار مباريات كأس الأمير المتواصلة والتي يتوقع أن تكون مثيرة طبعا في مباريات في أدوار الوحيدة الأخرى لنصل إلى النهاية في نهاية الشهر الجادل لمعرفة المتوج بكأس الأمير قطر في دوري تميزا بتألق جزائرين والمغاربة على غرار ياسين إبراهيمي الذي سجل 21 هدف مع فريقه كان متميزا أشرف بن شرقي لاعب المغربي الذي كان ثاني أفضل هدف في نادي الريان وكان متميز أيضا نسجل هذا الموسم كذلك تراجع مردود الدولي الجزائري بغداد بن نجاح منذ الموسم الماضي صراحة سواء على مستوى التهديف أو حتى على مستوى المردود وشفنا في الكثير من المرات كان في الاحتياط أو كان يخرج في أثناء المباريات أهم ما ميز الموسم الكروي أيضا القطري هو سقوط نادي المرخية بقيادة الدولي الجزائري السابق مجيد بوغر الذي لعب مباراة فاصلة مع الشحنية واخسرها وبتالي سقطها وعاد إلى حضيرة الدرجة الثانية من عمر الدوري القطري لهذا الموسم سنتحدث لاحقا عن دوريات خاصة في سعودية وما يحدث فيها في دوري روشن مع نهاية هذا الموسم وأحداث أخرى خاصة مع النهائيات المرتقبة في كأسي إفريقيا لدور الأبطال وكأس الكاف في كأس إنجلترا وكأس ألمانيا وكأس فرنسا بالإضافة إلى نهائي دوري الأبطال الفاتح يونيو القادم من دون أن ننسى حديث عن نهائيات يورو الفين واربع وعشرين التي ستبدأ ابتداء من الرابع عشر إلى الرابع عشر يونيو إلى الرابع عشر من شهر يوليو القادم سلام ترجمة نانسي قنقر